بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات السنوية العامة أهلا وسهلا بيكم حبيبي مع فيديو جديد مع مستر حمدي وسلسلة فيديوهاتنا Revision for the full mark النهاردة حبيبي معانا حاجة مهمة جدا إن شاء الله عايزين نضمن 6 درجات بتوع سؤال writing الparagraph writing فإن شاء الله نضمن السؤال ونجيب فيه الفول مارك بإذن الله بس فيه بعض الحاجات النصايح عايز أقولك عليها معانا النهاردة عشان نضمن بإذن الله إن المصحح هيديني 6 درجات 6 من 6 في سؤال الparagraph writing نشوف مع بعض حبيبي ونبدأ دايما زي كل مرة عشان ربنا يكرمنا بدعاء طلب العلم اللهم إني أسألك علما نافعة ورزقا طيبة وعملا متقبلة طيبة شباب مع بعض حبيبي هنشوف طبعا عندنا الparagraph writing اللي هو بتكون من 120 words 120 words 120 كلمة يعني حوالي 15 سطر ويا ريت يا شباب حبيبي ما نزودش على من 15 إلى 18 سطر عشان the more you write the more mistakes you have كل ما هتكتب أكتر كل ما احتمال يكون عندك أخطاء أكتر فنلتزم إن يكون 15 أو 18 سطر أدونا إن شاء الله 120 كلمة أو آزيت شوية مش مشكلة لكن ما نكترش قوي عشان ما نجيبش درجة قليلة بسبب إن فيه أخطاء عندنا في الكتابة طيب نشوف حبيبي طبعا عندنا البراجراف رايتنج بيكون موضوعين تختار واحد وزي ما قلنا عليهم 6 درجات يا شباب طيب عندنا مثال يا شباب النهاردة الحلو مع بعض the role of citizens towards their countries in the times of crisis يعني دور المواطنين في الدولة تجاه وطنهم في حالة الأزمات في حالة الأزمات crisis يعني أزمات في الموضوع الثاني يا شباب طبعا بيجيلكوا موضوعين تختاروا واحد بس موضوع الثاني technology affects our life positively and negatively التكنولوجيا ليه تأثير على حياتنا بشكل إيجابي وشكل سلبي طيب نشوف مع بعض النهاردة حبيبي هنعمل مع بعض الموضوع الأول اللي هو بيتكلم عن دور المواطنين the role of citizens المواطنين تجاه دولهم أو أوطنهم في حالات أو أوقات crisis يعني يا شباب يعني الأزمات طبعا دي كلمة plural الجمع بال es والمفرد بتاعها تبقى is لو قلنا crisis تبقى أزمة لو قلنا crisis تبقى أزمات فأنا متكلم عن دور المواطن في أيام الأزمات نشوف مع بعض حبيبي نعمل إزاي الموضوع ده عندنا شباب أول حاجة طبعا بنرتب أفكارنا ما ينفعش نبدأ في الموضوع مباشرة بدون ترتيب الأفكار بنعمل حاجة draft يعني زي مسودة بنسميها mind map أو main ideas الأفكار الرئيسية وإحنا بنفكر يا شباب في الأفكار الرئيسية بتاعت موضوعنا لازم نحط في دماغنا five questions نسأل نفسنا خمس أسئلة اللي هي wh questions طبعا بنشوفهم يا شباب اللي هي what يعني إحنا إيه الموضوع اللي إحنا بنكتب عنه الفكرة الرئيسية هو مين الأشخاص المفروض يكونوا متكونين أو بنكتب عنهم في داخل هذا الموضوع هنا عندنا citizens المواطنين طيب وين إمتى المواطنين يتصرفوا بشكل معين وين هنا عندنا في الموضوع بتاعنا في أيام أو أوقات الأزمات طيب how هنكتب برضو هنجاوب على السؤال بتاع how طب إزاي إن إحنا المواطني يتصرف كويس ويساعد وطنه في أيام الأزمات وآخر سؤال نحطه في دماغنا وإحنا بنجاوب على الأسئلة بتاعتنا عشان نكون الموضوع اللي هو الأفكار اللي هنكتب عنها حبيبي موضوع اللي هو آخر حاجة كلمة why يعني ليه إن إحنا لازم نساعد وطننا كمواطنين عشان ننقذها من الأزمات فأنا كونتلكوا أفكار حبيبي عبارة عن خمس أفكار هنستخدمهم في الرايتنج مهمين جدا يرتبوا معانا أفكارنا وموضوعنا اللي بيتكون من حوالي خمستاشر سطر من خمستاشر إلى تمنتاشر سطر وياريت ما نزودش عن كده زي ما قلتلكو في الأول أول حاجة حبيبي what is meant by a crisis إيه الأزمة يعني إيه أزمة هنقولها في الانتروداكشن في المقدمة تاني حاجة في البادي في الموضوع بتاعنا هنكتب who should take responsibility من المفروض يكون مسؤول عن إن هو ياخد مسؤولية في الموضوع ده طبعا الحكومة مع المواطنين وكلهم بيساعدوا بعض في وقت الأزمات الموضوع الفكرة الثالثة اللي هي شباب when يبقى أول حاجة what الموضوع إيه الأزمة هي معناها إيه الأزمة وإيه شكلها وإيه خطرتها الموضوع التاني اللي هي الفكرة التانية اللي هي هو مين الأشخاص المرتبطين بالأزمات ولازم يتصرفوا فيها الفكرة الثالثة اللي هي when متى بيبقى فيه cooperation اللي هو التعاون محتاج إن إحنا نعمله في وطننا عشان ننقذ وطننا من الأزمات الفكرة الرابعة حبيبي هتكون how كيف إن المواطنين يتعاونوا مع بعض لإنقاذ وطنهم من الأزمات الفكرة الأخيرة اللي هي رقم خمسة حبيبي اللي هي why إيه أهمية إيه الimportance إن كل واحد يلعب play a positive role يعني دور اللي هو إيجابي في إنقاذ وطنه من الأزمات نشوف حبيبي مع بعض وياريت نكتب notes عندنا ملحوظات عشان هتفدنا جدا إن شاء الله إزاي نجيب الفول مارك ونجبر المصحح إن هو يدينا ستة من ستة في موضوع writing أو موضوع الparagraph نشوف حبيبي دي عندنا حبيبي حاجة اسمها impressive words إن إحنا لازم على قد ما نقدر شباب نستخدم كلمات impressive words يعني يا شباب impressive words يعني كلمات معبرة كلمات بتخلي المصحح يعرف إن الشخص أو الطالب يعرف English كويس وعنده good style of writing عنده طريقة كويسة واسلوب متميز في الكتابة فلازم المصحح هيديله ستة درجات من ستة يعني الفول مارك في كتابة writing أو الparagraph نشوف حبيبي أول حاجة ممكن نستخدم في الانتروداكشن وبنعمل منه جملة أو جملتين الحاجة بعد كده يا شباب مهمة جدا transitional words كلمات بتفيدنا إن إحنا ندي الموضوع بتاعنا شكل ممتاز وناخد بيه الفول مارك ممكن نستخدم كلمة therefore يعني ولذلك أو لهذا السبب ممكن نستخدم كلمة hence برضو for that reason بمعنى ولهذا السبب ممكن نستخدم on the other hand لو بكتب فكرة تانية بقول من ناحية أخرى أستخدم on the other hand وكمل عليها جملة أو جملتين وممكن أستخدم كلمة on the contrary على العكس من ذلك on the contrary وممكن أستخدم بدل كلمة but أستخدم كلمة however يعني ولكن ورغم ذلك أو ولكن however وكمل بعدها جملة أو جملتين وممكن أستخدم كلمة thus يعني معناها وهكذا وممكن أستخدم لما أدي مسائلة شباب عندنا حاجتين لازم أدي أمثلة عشان أدي حاجة اسمها supportive details يعني معناها شباب أدي أمثلة تدعم في واتدعم الموضوع فلازم أستخدم أمثلة فبكتب عند المثال اللي أنا باستخدمه بكتب كلمة for instance for instance يعني على سبيل المثال أو أستخدم كلمة for example ممكن أستخدم الاتنين لو مثال أول أو for instance ومثال تاني بكتبه في الموضوع بتاعنا ممكن بعد 3-4 سطور مثال تاني فأستخدم كلمة for example فلما أعمل variety of words اللي هي تنوع في الكلمات إن شاء الله أخذ الفول مارك وبإذن الله المصحح هيديني الفول مارك لأن أنا وضحت أن أنا متمكن في الكتابة وممكن أستخدم حبايبي برضو لو أنا بكلم عن الأسباب بقول due to بسبب بدل ما أقول because of or due to أو الأفضل أو owing to owing to بسبب كذا تمام طيب حبايبي والموضوع إن on the other hand لو بنقل من فكرة لفكرة تانية وبعد كده شباب لو جملة أو فكرة مشابهة أو عمل مشابه لما تم من قبل أو لما تم بواسطة أشخاص في الموضوع ممكن أستخدم similarly أو كلمة like wise بمعنى وما يشابه ذلك أو شبيها لهذا الموضوع تمام وممكن أستخدم عشان أقول ونتيجة لذلك مهم جدا يا شباب أستخدم كلمة consequently أو أستخدم كلمة as a result وممكن أستخدم الاتنين مرة أستخدم consequently وبعد كده بثلاث أربع سطور أستخدم as a result بمعنى ونتيجة لذلك ومهم جدا جدا حبايبي إن أنا في النهاية أختم الموضوع بتاعي بحاجة اسمها conclusion ما سيبش الموضوع مفتوح أكتب سطرين في الآخر أو جملتين ثلاثة اسمهم conclusion يعني الخاتمة بتاعة الموضوع نكتب فيها شباب يفضل أن أنا أستخدم في البداية للخاتمة أو conclusion بستخدم كلمة to sum up أو in conclusion بس الأفضل حبايبي أنصحكم to sum up وبعدها كما واكتب اللي هي خلاصة الموضوع يعني ريفريز أعيد خلاصة الموضوع في جملتين ما كنتش قررت نفسي بعيد بشكل آخر خلاصة الموضوع في جملتين نشوف حبايبي المثال أن إزاي الناس المواطنين دورهم في وقت الأزمات إزاي يتصرفوا عشان يساعدوا أوطنهم نشوف حبايبي الموضوع اللي أنا كتبته لكم وإزاي بننظم الموضوع بشكل ممتاز يتمل لنا إن شاء الله الفول مارك في الإنجليش نشوف حبايبي مع بعض طيب دي مقدمة اللي قلنا عليها no one can deny the fact that دي ممكن اكتبها حقيقة أن الموضوع بيتكلم عن الكوارث اللي بتصيب العالم والأزمات وإزاي المواطن لي دور يتصرف عشان ينقذ وطنه زي موضوع الكورونا فيروس أوكي يا شباب فهنا no one can deny the fact that every now and then ممكن استخدم الاكسبرشن ده أو التعبير في الكتابة بتاعته تديله شكل ممتاز every now and then يعني من وقت لآخر من حين لآخر global crisis لأزمات العالمية strike strike يعني يا شباب تضرب أو تهاجم العالم تمام and expose نعرف كلمة expose ونكتبها عندنا حبيبي معنى يعرض يعرض يا شباب يعرض it اللي هو the world العالم to great danger إلى خطر شديد طيب هنا برضو transitional words كلمات اللي هي بتدي الموضوع بتاعنا بتنقل من فكرة لفكرة بشكل ممتاز ممكن استخدم كلمة in fact يعني في الحقيقة such critical times critical times حبيبي اللي هو مقصود بيها الأوقات العصيبة أو أوقات الشديدة أو أوقات الحرجة الأوقات الحرجة require تتطلب taking unprecedented measures دي نحفاظها شباب وكويسة جدا إن أنا أستخدمها وتخليني أكبر المصحح إن شاء الله عشان يديني الفول مارك يبقى unprecedented measures يعني معناها إجراءات غير مسبوقة إجراءات غير مسبوقة unprecedented measures to deal with للتعامل مع such hard situations المواقف الصعبة اللي هي مواقف الأزمات اللي بتمر بيها الدول في العالم for instance اللي قلتلكوا عليها شباب الأول حبيبي اللي هي معنا على سبيل المثال أو for example بس الأفضل تستخدم for instance وبعدها وابدأ أكمل الجملة during the outbreak اللي هو يا شباب the outbreak of coronavirus اللي هي انتشار انتشار كبير في العالم أو the outbreak of coronavirus pandemic pandemic يا شباب بمعنى وباء pandemic it was quite obvious طبعا ممكن نستخدمه في أي موضوع it's quite أو it was quite obvious يعني كان واضح تماما نكتبها عندنا حبيبي في النوتز في الكراسة بتاعتنا عشان ما ننسهاش نقول من الواضح تماما أن it was quite obvious that doctors and nurses took great responsibility they took great responsibility أن الأطباء والممرضات أخذوا على عاتقهم يا شباب great responsibility اللي هي لأن الموضوع بيتكلم عن مسؤولية المواطنين عموما لإنقاذ وطنهم في أيام الأزمات تمام دورنا في أيام الأزمات كل واحد يقدي دوره إزاي فهنا بنبدأ بدور الأطباء والنيرسز الممرضات عملوا دورهم فيها شباب responsibility by working hard أنه عمل جاد وشغل شاق عشان to save lives لإنقاذ حياة الناس طبعا lives جمع كلمة life جمعها lives but that wasn't enough لكن ممكن بدل but ممكن نستخدم however تمام يا شباب دمنا في الأول but أو كلمة however that wasn't enough أن المجهود الأطباء والنيرسز الممرضات ليس كافي to deal with the issue issue هنا شباب بمعنى الموضوع أو بمعنى المشكلة بتعامل مع المشكلة اللي هي الوباء المنتشر في العالم وربنا يحفظنا ويحفظكم إن شاء الله حبيبي اللي هي إزاي يتعاملوا مع المشكلة بتاعت الوباء بعد كده شباب قلنا طبعا اللي هو الموضوع الأساسي بتاعنا إن نركز على دور المواطنين هنا طبعا الدكتور والنيرسز من المواطنين لكن المواطنين العاديين دورهم يا حبيبي طبعا ممكن نستخدم ممكن نستخدمها في أي موضوع بمعنى له أهمية أيضا له أهمية عظيمة أيضا طبعا نحن نوضحها لازم أقول يعني معلومات توضح فكرتي أفكار أو معلومات توضح الفكرة بتاعتي لازم أدي أمثلة أو البيبل أو سيتزين بدأوا إن هم يعملوا أهم أو يبزلوا أقصى مجهود عندهم إن هو تو ونحفظ كلمة ونحفظ كلمة ونحفظ شباب هتنفعنا في الموضوع البراجراف وهتنفعنا إن شاء الله في الترجمة اللي هي لنشر الوعي نشر يعني الوعي بس الأفضل أستخدم كلمة طرق أو الحماية الحماية من الفرد protect وهي طرق الحماية ومنع منع منع that severe disease طبعا disease بمعنى مرض وسيفير بمعنى شديد نحفظها سيفير ممكن نستخدمها في أي موضوع بمعنى شديد نستخدمش كلمة bad وماستخدمش كلمة good كتير عشان كلمات مش معبرة كلمات ضعيفة في language بس تخدم حاجة اسمها expressive language يعني يعني كلمات معبرة وبتدي انطباع للمصحح ان الطالب ده ممتاز ولازم غصبا عنه ان شاء الله حيديك الفول mark اللي هي 6 6 يعني 6 من 6 في سؤال الparagraph وبعدين ما كمل بقول everyone بدي أمثلة ان ازاي المواطن كان حاسس بالمسؤولية وساعد وطنه في ايام الازمات في ايام الكورونا فيروس ارز يعني يحث او يشجع يشجع مين other ان هما the other ان هو الاخرين to sustain الحفاظ على نكتب عندنا حبيبي sustain يعني الحفاظ على او كلمة keep بس الافضل sustain بمعنى الحفاظ على كلمة academic english بتدي درجة ممتازة ان شاء الله to sustain personal hygiene ان الناس تحافظ على النظافة الشخصية personal hygiene غسل الايدي والاشياء الماسك والاشياء الشخصية اللي احنا بنعملها عشان نحافظ على صحتنا تمام and keep general هنا شباب and keep general sanitation احنا قلنا في كلمة hygiene اللي هي الصحة الشخصية النظافة الشخصية النظافة العامة للدولة والشوارع والاماكن بنسميها يا حبيبي عشان ممكن تجينا في الترجمة برضو بنسميها ايه sanitation اللي هي النظافة العامة to a higher level الى مستوى عالي من الحفاظ على النظافة الشخصية والنظافة العامة حبيبي نكمل مع بعض ونشوف ازا الموضوع بتاعنا بيبقى ممتاز في الرايتينج وناخد عليه الفول مارك بإذن الله بنقول لشباب برضو في تكملة الموضوع citizens اللي هو موضوع المواطنين دورهم ايه citizens were asked طلب منهم في أثناء crisis الأزمات ان هما to stay home عشان يبعدوا عن موضوع انه هو to keep distance عشان يخلوا social distance يعني البعد الاجتماعي اللي هو مفيش قرب من الناس فطبعا عشان الانفكشن والعدوى فعشان الناس كلها كانت بتعمل شعار حاول على عد ما تقدر to stay home اللي هي تبقى في المنزل in order to لكي نستخدمها مهمة جدا عشان نقول in order to ease ease يعني شباب يخفف نكتبها مع بعض حبيبي عشان ما ننسهاش to ease يعني نخفف the pressure اللي هو الضغط لما احنا نقض في البيت وما نخرجش أثناء موضوع الكورونا فيروس بنعمل يا شباب بنعمل ease the pressure بنخفف الضغط على medical staff on medical staff اللي هما التواقم الطبية أو الفرق الطبية in hospitals في المستشفيات طبعا والقلنا transitional words حبيبي اللي بنستخدمها عشان نخلي الموضوع مترابط في حاجة اسمها coherence coherence دي لما بيصحق بيلاقي الحاجات دي بيديك الفول مارك as a result ونتيجة لذلك أو كلمة consequently as a result everyone was able to help his country كل واحد قدر يساعد وطنه مهمة جدا يا شباب نحفظ كلمة overcome أو get over معنى يتغلب على وحتفدنا إن شاء الله في الترانسليشن كمان في الترجمة يبقى overcome أو get over معنى يتغلب على that serious situation هذا الموقف أو الوضع الصعب هنا serious بمعنى الوضع الصعب الذي لا يحتمل إن إحنا ما ناخدش action ولازم نعمل فيه إنه هو action وناخد responsibility اللي هي مسئولية بتاعتنا عشان ننقذ نفسنا من البنديميك اللي هو الوباع and face the challenge ونواجه التحدي آخر حاجة شباب دائما أقولت لكم مع بعض حبايبي إننا محتاجين شباب conclusion اللي هي الخاتمة اللي بتدي موضوع بتاعي شكل ممتاز فممكن أستخدم أفضل حاجة إننا أقول to sum up أو البديل كلمة in conclusion to sum up ممتازة أقول to sum up it's granted ممكن نستخدمها في أي موضوع يعني معناها من المؤكد it's granted من المؤكد that rightful citizens المواطنين الشرفاء المواطنين الحقيقيين أو الشرفاء rightful citizens should take entire responsibility entire ممكن أستخدم شباب entire أحفظها يعني معناها complete يعني شكل كامل مسئولية كاملة زي complete responsibility بس الأفضل entire responsibility كلمات معبرة impressive language وتدي full mark إن شاء الله at times of crisis في أوقات الأزمات تمام and disasters والكوارث طبعا شباب إزاي بنختم الموضوع بشكل rephrase what you said before قول اللي أنت قلت قبل كده بس بشكل مختلف يعمل rephrase إعادة صياغة لخلاصة الموضوع في سطرين أو ثلاثة أقول they have لهم citizens to play positive roles يلعبوا أدوار إيجابية in saving في حماية أو في إنقاذ their societies قلنا مرة countries والمرة التانية بقول societies عشان ماكررش نفسي إنقاذ يا شباب إنقاذ اللي هي مجتمعتهم from any harm or danger من أي أذى أو ضرر أو خطر danger in a nutshell ممتازة جدا أستخدمها في آخر سطرين يعني معناها شباب in brief يعني خلاصة أو باختصار in a nutshell هي نفسها in brief بقولها as long as يعني طالما استخدمها مهمة جدا as long as we perform وي يعني إحنا citizens المواطنين perform يعني نؤدي نقوم بأداء our duties يعني واجبتنا as committed citizens اللي هي شباب committed أيوة منتزين committed يعني ملتزم يبقى مواطنين ملتزمين we do help do help استخدمها مع بعض أحسن أقول help لوحدها أقول we do help I do believe عشان أدي حاجة اسمها شباب confirmation تأكيد للفكرة we do help our countries بنساعد أوطننا ونساعد دولنا اللي هي ايه شباب survive ان هي تنقذ من الأخطار and get over اللي هي معناها قبل كده overcome يتغلب على hard challenges اللي ايه التحديات الصعبة safely بشكل آمن وننجو بنفسنا من أي أخطار دي طريقة حبايبي أنا عملتها لكم ازاي نقدر نستخدم transitional words والكلمات impressive language اللغة المعبرة عشان ان شاء الله المصحح يعرف ان الطالب ده ممتاز او الطالبة ممتازة في writing في الparagraph فنضمن ان شاء الله نضمن معانا مع بعض الفول mark وده كان آخر حاجة النهاردة حبايبي مع بعض في موضوعنا عن الparagraph writing وان شاء الله المرة الجاية هيكون معانا موضوع تاني هنحله مع بعض وازاي نقدر نستخدم impressive language اللغة المعبرة ودايما اتمنى لكم حبايبي افضل التوفيق ودايما حبايبي الهدف بتاعنا ان شاء الله الفول mark يعني 50 over 50 في الانجليش بإذن الله كان معاكم مستر حمدي اقول مع بعض حبايبي الختام عشان ربنا اكرمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك واعتوب وما ننساش حبايبي نعمل للقناة بتاعتنا revision for the full mark مستر حمدي حسنين نعمل subscribe ونفعل زر الجرس عشان يجلنا دايما الفيديوهات الجديدة ونوتيفكيشنز التنبيهات ان اي حاجة جديدة بتجلنا عن مراجعة السنوية العامة في الانجليش وبإذن الله حبايبي بإذن الله انا متأكد مية في المية ان احنا بإذن الله هنجيب الفول mark 50 over 50 وربنا وفأكم حبايبي وشوفكم على خير ان شاء الله وإلى اللقاء